الحواس وأعضاء الحس الوقاية من الأمراض التقييم السند وصلت هديل من الغد متابعة مشاهدة الموسوعة العلمية على الحاسوب فطرحت عليها مجموعة من الأسئلة أرادت الإجابة عنها لتختبر معلوماتها أقرأ ثم أشطب العنصر الدخيل بعد قراءتنا لعناصر مجموعة الأعضاء والحواس نلاحظ أن الشعر عنصر دخيل لذا نقوم بشطبه وإلغائه هكذا تتعلق الصور التالية ببعض الأمراض المعدية أذكر أسفل كل صورة المرضى المعدي الذي تعرفت عليه الصورة الأولى بها طفل يغطي جسمه حبيبات حمراء وهو ما يعرف بالحصبة وهو مرض يصيب الإنسان في مرحلة طفولته الصورة الثانية تبين لنا كلبا يعض ساعد رجل مما يسبب له الإصابة بما يعرف بداء الكلب الصورة الثالثة صورة لعين بها التهاب شديد الحمراء وكامل محيطها متورم وهي علامات لمرض الرماد أما الصورة الرابعة فهي لولد يعطس ماسكاً بيده منديلاً وهي علامة على الإصابة بمرض الزكام أحدد المرض الذي يصيب خاصة المجاري التنفسية المرض الذي يصيب خاصة المجاري التنفسية هو مرض الزكام لماذا ترفض الأكل في نفس الطبق مع أخي المصاب بالزكام؟ أرفض الأكل في نفس الطبق مع أخي المصاب بالزكام تجنباً لانتقال العدوى أقرأ ثم أصلح الخطأ لحماية حواسي أتجنب إحداث الضجيج الصحيح هو أتجنب الضجيج أنزع نظارة الطبية لأنها تقلقني الصحيح هو أراجع طبيب العيون لأن نظارة الطبية تقلقني ألقح ضد الأمراض المعدية أتأمل الصورة وأجيب عن السؤال لماذا يضع الطبيب قناعاً على أنفه وعلى فمه؟ يتعمد الطبيب وضع قناعاً على أنفه وعلى فمه ليحمي نفسه من العدوى أتأمل الرسمة وأصلح الخطأ هذا السلوك يضر بحاستي الشم والذوق الصحيح هو هذا السلوك يضر بحاستي اللمس والذوق أتأمل المشهد التالي وأعلل سلوك الطفل نلاحظ أن الطفل يلبس قفازات وهذا تصرف جيد لأنه بذلك يحمي يديه أو الجلد من الخدوش أو الجروح عند لمسه الآلات الحادة التي يستعملها لإصلاح اللعبة أقرأ الوضعية وأصلح الخطأ قالت خلود لصديقتها هديل أنا أفضل المطالعة على ضوء خافت لأن الضوء الساطع يضر بعيني قالت خلود لصديقتها هديل أنا أفضل القراءة على ضوء عادي لأن الضوء الساطع يضر بعيني اشتركوا في القناة